هذا المرخل الجميل الذي تحيطه الخضراء على جانبيه ينبئ عن خير وفير إنه مرخل الطريق المؤدي إلى قرية بعد المعروفة ببرودة جوها ووفرة مياهها فهنا الوالد سعيد يتجول في مزرعته ليبدأ بقطف ثمار السفرقل الذي بدأ بإنتاج محصوله خلال هذه الأيام يوم زمن شيابنا متعانشين في المزرعة الأشجار الموجودة في فاي موجود الرمان موجود الرمان هذا اللي ينزل على والتين والزيتون واللمبة والعنب تسمع والأشجار صفرقل في أنواع والليمون صفرقل في دائري وفي بحري هذا المحصول ذات الطعم السكري اللذيذ يتم حصاده خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتسويقه في مختلف محافظات وولايات السلطنة صفرقل نزل الأسواق مثل نزوة وسوق إبرة واسناو وغيرها من الأسواق في المنطقة بس معروفة باشتغرة هذه الصفرقل يعني مشتهرة بهذه الشتغرة يتنوع محصول الصفرقل هنا في هذه القرية فمنه ذات الشكل الكروي وآخر ذات شكل بيضاوي ولكل منهما طعمه السكري الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين في السلطنة قرية بعد تتنوع فيها الأشجار بين السفرجل والمانجو والموز بالإضافة إلى أشجار النخيل وثمارها المختلفة خضرة تملأ المكان وظلال تلطف الأجواء وثمار يستلذ بطعمها كل من يعيش بين هذه الجنان أحمد بن محمد المعمري من قرية بعد ولاية المضيبي محافظة شمال الشرقية